التي وردت الآن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذه العملية التي تبنتها المقاومة الإسلامية في لبنان حول استهداف المجاهدين آلية عسكرية في قاعدة بيتهيل بالصواريخ الموجهة وأوقعت طاقمها ما بين قتيل وجريح وسائل الإعلام الإسرائيلية كما تحدثنا المشاهدين تتحدث عن أربع إصابات في صفوف طاقم هذه الآلية أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن بيتهيل هي بعيدة نسبيا عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع جنوب لبنان وأيضا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها ليست من المسوطنات على خط المواجهة إذن هنا ربما مكان العملية التي تمت في بيتهيل في الأراضي المحتلة والتي تقول المقاومة بأنها استهدفت آلية عسكرية لجنود الاحتلال في بيتهيل وأوقعت طاقمها ما بين قتيل وجريح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر